في درسنا اليوم سوف نتحدث عن ميتود من نوع return في اللغة الجواب في السكريب ميتود من نوع return مثل function من نوع return ولكن الميتود دائما يتم من شيء داخل الكلاس لتذكير ميتود معنى وظيفة أو مهمة أو طريقة ومعنى الامر return يعني إعادة أو استرجاع ميتود من نوع return يعني وظيفة التي يقوم بإعادة لك قيمة لأفضلت لدينا class سوف أسميها على سبيل سائل up سوف أقوم بشاب constructor سوف أقوم بتشغيل class عبر إنشاء object للclass عند التحميل الصفحة دمن class سوف أقوم بإنشاء method لنفترض أرغب بالتسمية الميتود get message قوم بتحديد نفسك لسم الميتود دمن الميتود يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك أي عامر ترغبين التم تنفيذها عندما تقوم باستدعاء الميتود بعدما تقوم بتحديد العامر بالنهاية قوم بكتاب تنفيذ return فراغ ثم قوم بتحديد نفسك ما ترغب أن تم إعادتها عندما تقوم باستدعاء الميتود البيانات التي تقوم بإعادتها لاحقا يمكنك حصول عليها عبر التحديد الميتود يمكنك أن تقوم بإعادة بيانات من نوع object أو array أو string بيانات من نصية أو بيانات من نوع أرقام أو بيانات من نوع Boolean true أو فارس أو خطأ يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك أي بيانات ترغب أن تم إعادتها عندما تقوم باستدعاء الميتود والبيانات التي تقوم بإعادتها الميتود يمكنك أن تقوم بتقضيين دمن فريابر أو يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك ما ترغب بيقيام بها على سمين سال تقوم بيعرضها عبر أحد عناصر الهجتمائر أو عبر عنصر عليك إلى آخرية على سمين سال أرغب أن تم إعادة بيانات من النوع النصي وفي النص التالي قوم بتحديد نفسك أي بيانات ترغب أن تم إعادتها لنفترض دمن الكونستروكت الذي يليه في الريابر سوف أسميها message يساوي من المتد التالي يقوم بيعادة البيانات إذن سوف أقوم بالتحديد المتد بما أن المتد يتواجد دمنا class إذن نقوم بكتابة لعمر زيس ثم نقطع ثم نقوم بالتحديد المتد الآن البيانات التي يجب stuffs بالتحديد دمنا المتد سوف يتم تخزين دمنا الفريابة ويمكن لكم بكل سهولة تحديد بنفسك ما ترغب بقيام بتلك البيانات لن أفضل يرغب أن تمعارف البيانات دمنا العصر الـ title سوف أقوم بإضافة لا قام دونه سوف أسمع على SwimsetTool وسوف أقوم بتحديد العنصر وأقوم القيمة الجديدة للعنصر سيكون البيانات التي نقوم بتحديدها أنا أرغب بالتحديد البيانات التالية البيانات التي يقوم بعضلنا الميتة التي يكون من نور return مثل ما تشاهد يعني بالاختصار يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك ما سترغب بالقيام بالبيانات التي يقوم بعضلك الميتة ويمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك أي بيانات ترغب بأن يقوم بعضلك الميتة أتمنى لكم توفيق وأراكم في الدرس القادم لك إلى تعلم الشيء الجديد إلى اللقاء